السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في تمام الصحة والعافية إخواني أخوتي في حلقتنا اليوم غن تكلموا على الفلسطيني وطار ما سمى الفلسطيني وتريكتو طار ما سمى والقناة إخواني أخوتي واخد كتبوها في الرشيرش ما غاديش تطلع عليكم أطير القناة العزل المغاربة الحرار العزل وليدات بلادي اللي داروا عليه واحد ملاسي الهجمة الشريسة والتمراثر وما سمى ورا نطع لي الحيح والقربالة والربالة إخواني أخوتي السيادة يقف راسه وقاعد بالسبان وبالمعيار في الشعب المغربي اللي قال سواكل في خير وربما راودوا من خير المغريب وواكل من خيرات المغريب وعايش في الأمن والأمان وسط المغريب ووسط أهل المغريب وفي الآخر يقولنا يعبيت الصهايينة هم؟ هوا كيش هاتكدبها هاد الحملة الشريسة إخواني أخوتي القناة ديل هاد الفلسطيني مغريبي خفاها دال لا إخفاها بزاف ديل ناس يقولك بأن القناة ديلو تسينيالات الآن إخوة الكرام القناة ديل هاد خلينا هادا ديل هاد المضر ديل هاد الشيط على إحبابه اللي جاي محشي فينا ومحشي في بلادنا وواكل من خير بلادنا ويسف فينا هم؟ يأكلوا الغلا ويسبوا الملة وهي هادي هاد خلينا هادا نضخف القناة ديلو لأن عليه واحد الهجمة شريسة كبيرة بزاف من عند الشعب المغريبي اللي ما كيرضاش على راسه واحد عاد أكثر بيسقف يجيب داي حال علينا في فمه ويسبنا ويعيرنا من وسط بلادنا هاد خينا هاد لما تضر لهو ولا بنته ولا مرته ولا ولده حاق دين علم غريب حاق دين علم غريب وحاق دين علم غاربة باش ربي الحبيب غادي يكشف النية ديال هاد خينا هو وتريكته ناط بنته بلا متعيق كتستهزئ من المغاربة ومني الناس قالوا لو شد علينا بنتك شوف بنتك عشك تقول فينا وانات الخطور اللي واقل من خير لا اقال لهم اتعرفوا والو جايك حلع ورها اقال لهم يا عبيد الصهاينة ويقول مرته كحازي 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 انا اللي غنعرف لهاد عبيد الصهاينة اخواني اخواتي ناط علي هجمة خيبة هكاك وبقواقف حسكة في وجه الهجوم اللي كان جايه من عند الشعب المغربي ولكن لوقيته اللي ما غيبقاش قادر انه يواجه هاد الهجوم من عند الشعب المغربي هو انه منين المغاربة غيعرفوا بانه واحد خينا واحد القناة اللي هما ممتابعينه مواله ساءت للمغاربة وساءت للمغرب وسبنا هاد الموضر من داخل بلادنا من وسط بلادنا ايو عينيكم ما تشوف ايه اللي النور مشاولي الناس الفيديوهات وحدين اخرين اللي كينين في القناة واللي هو مقدم لانه هاد خينا در 14 عام وهو عيش في المغرب مشاولي المغاربة الحرار للقناة دياله كاملة الفيديوهات كاملة وبدو كيتفرجوا لي في الفيديوهات ولقاو ماشي غير هادك السبال يسبنا ودي ما موال في كي سبنا وموال في كي حشينا لادر ما موال في كي كلاشينا اه يا عبيت الصهاينا يا الصهاينا ويدحك على الصلاطين ديال المغرب اه واخواني اخواتوا وعينيكم ما تشوف ايه اللي النور ابدو عليه بالسبان وبالمعيار في التعاليق والسيد مبقاش قاد انه يواجه هاد الهجوم الكبير جدا راه الشعب كامل ماشي عشرة ولا عشرين راه الشعب كله اللي يضامن مع بعضياته ومستنكر هاد الكلام اللي كيقوله هاد السيد في حق الشعب المغريبي وهاد السبان وهاد المعيار اللي فينا وفي بلادنا وهو عايش وسط بلادنا ومربي كتافه من خير بلادنا هوا ناد صد هاد القانات ناد خفى القانات اخواني اخواتي واصحاب القانوات غير عرفوا بانه هاد خينا هاد خفى القانات ماشي تينيالات اولا طارت هوا باش هاد الشيط علي احبابه هاد الناكر الجميل هاد اللي ياكل وينكر ها باش يبرد السوق ونخلي هاد الناس يستكتو وينسدو فمهم اناني نخفي هاد القانات ونسدها باش بناد مني نبدأ قلب عليا وكتب اسميتي فرشة وما نطلع عليش غاي برد لي قلبه هاد القانات اللي يخفى الاخوان الكرام را فيها الحقيقة ديالو كاملة وفيها الحقيقة ديالو وقلبه الحقود وقلبه الحاسود له ولا تريكتو لا هو ولا تريكتو سبحان الله راك يقولوا في المثال وليحنش ما كيولد عمطة منه القانات فيها كل شي داك الحقد والغل والحسد اللي في قلبه واللي كي يعبر بيه في القانات ديالو ناد خفى القانات ناد قال شنديل ما ندير باش نسد عليا الفام ونحبس عليا هاد الهجمة الشارسة لانوعية ما يسا يسمع الشعب المغربي ولكن الشعب المغربي بقى مصمم كان خاصو يعتاضر للمغاربة لهو ولادك الشيطة ديالبنتو كانو خاصو يعتاضروا للشعب المغربي ولكن هو فضل انهو يخرج ويقول احنا غينخويوليكم هاد البلاد اللي متا تحبوناش فيه ومتا تبغيوناش احنا ما غديش نعتاضره احنا غدي نخويه وغيمشوف حالاتنا مابغوش يا يعتاضروا للشعب المغربي لانهو مقدموا الاساء المغرب والمغاربة والشعب المغربي والجالية المغربية والياهود المغاربة بنتو بنتو نكرتو خير اللي كلشي الناس كتقول بانه هي اللي كانت كتطلع عند اسعد الشرعي اخواني اخواتي اللي كتطلع عنده في مداخلات وكتسيء لبلادنا والرموز الدولة المغاربة كيقولك بانو 95% انو هاد خيتي هاد المودرة بنت هاد الفلسطيني هي اللي كتطلع في المداخلات عند المحلل السياسي اسعد الشرعي وكتتكلم وكتسيء لبلادنا وكتسيء لرموز الدولة اه واخوتي شتو الكريم ديال بلادنا كيف دير شفتو حصن ضيافة وحصن الاستقبال كيف دير ها ها هاتا ولو يديرو نفح القروضي قلزو فوقروسنا ويدل ورجليهم ها ها وولينا كنكتشفو على انو هاد الكارم ديالنا الزيد بحصن ضيافة الناس ولا براني ولا كيجينا على انو ولينا مغفالين اخواني اخواتي مغفالين ليجا كيدحك علينا ها هم ليجا كيعطينا واحد ضحكة صفرة تا كيأكلونا بحويجنا تا كنو اللي وحنا مارضة مردينش البال لقلوب ديال هاد الناس السودا القلوب ديال هاد الناس الكحلت توجاه بلادنا وتوجاه الشعب المغربي رايحس دونا غا على الامل والامال اللي عيشين فيه الحمدولله على بلادنا هاد خينا اخواني اخواتي طار ما اسمه هو تريكتو بنتو اللي كان كيقولك بانو غير حلها غير خرجها غير يمشي صفي غير صيفتها الغزة وشوية غيرتبعها هو هاد لمو الدراش دار اللي كان كي يعيش فالقنيطرة وولادو كيقرأو فالقنيطرة ناد حب الصبراء شو مل قرأ يا ودهم حاليا لمدينة فاس عند العائلة ديال زوجة ديالو المغربية يا حصرة اللي ما دراتها شنفس وما كلتها شنفس اللي كطلعتها بطفيها اللي تقولي سكوت إلا بلادي وولاد بلادي خطون أحمر لا قاتلي عجبتيني فيهم أعطيهم وواطيهم توليك يدفعوا ويقول لا خليني أنا اللي قد نعرف لهد عبيد الصهاينة واشتو إخواني أخواتي شتو الكرم ديالنا والجود وحصن الطيافة وحصن الاستقبال والتعايش اللي كانت عايشوه مع البراني ها شوف الجزاء ديال المغاربة والشعب المغربي شوف كيف ولا رد الجميلة الإخوة الكرام هاد وجوش شر ما قدوش على الهجوم ديال الشعب المغربي وبنته اللي بينات على سمها وحقدها واللي جبدوا لها المغاربة الضوصي ديالها الخانز أنه مسجلينها بصوتها تطلع في مداخلات عند المحلل السياسي وكتسيء البلاد والرموز البلاد وعاية زيد خواتها هو حقود وعاية المغاربة فاش كان يالله جونعتهم بالصهاينة هاد تريكادي موالفين كيتطاولوا على المغاربة موالفين كيتطاولوا على رموز البلاد موالفين كيتطاولوا على هاد البلاد وهكاكو ما كينش اللي كيقلقهم مخليين هم داير فينا مبغاو هاد خينا هاد الموضر كيتسنغي باش المغاربة ينساو وينوضي استمر في التواجد دياله داخل أرض الوطن ويقهرنا ويحرق دم المغاربة وغادي نكينا من وسط بلادنا بأنه ما غايز عزعو التشي واحد من وسط المغرب ولكن الوسيلة الوحيدة باش يتشبر على أنه يغادر أرض الوطن هي أنه يبقى الناس ملاحقينه في الواقع والمواقع إخواني أخواتي باش عاد نحرع عليهم العيشة هوا دولة خاصهم خاصة اتحرار عليهم العيشة لأنه باش بنادم يسبنا من وسط بلادنا هاد شيرا ما كيتقبلوش العقل إخواني أخواتي فرخص المحاسبة قبل أنه هاد سيدة دم ما يترحل ليه هاد سيد خدم فيها عايق وخدم فيها طولان طيب زعم السد للقناة دياله وهو كيقول بأنني أنا غادي نمشي في حالتي وغا نخلي لكم هاد البلاد هادي اللي ما تبغيونيش فيها الناس ها هتشيكوه لعا تقولي بدر هالشعب باش الناس تحبس من هاد الهوجو ومني غا تلقى القناة ما بقى تشكينا هو ما بقى شكي يطلع بالوجه دياله فصافي الناس غا تبرد وغادي دوز واحد الشهر ولا واحد شهرين وعا يعاودي حلين القناة وبدأ لنا عاودي تاني بالروتينات من واسط بلادنا اللي كيسبنا من واسط بلادنا وكيزيد يتحدان على انه باقي واسط بلادنا وما غادي زعز عوتشي واحد فاحنا ما كان طلبوش ترحيل احنا كان طلبو العقوبة الحفسية فحقد سيد هذا اللي سائلنا وسائل رموز الدولة اخواني اخواتي فما تنسوناش من اللايكات والبرتاج واكتر التعليقات الى الفيديو المقبل خليتلكم الراحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا